مسلسل تفجير أبراج الطاقة ومحطاتها يعاد إنتاجه في ظروف مماثلة لما حدث السنة الماضية الجهود الأمنية تحركت لتأمين منشآت الطاقة وحمايتها من الحرائق والعمال التخريبية التي تتزامن مع أجواء حارة تحيطها أهداف سياسية بحسب نواب بالتأكيد اليوم هذه الاستهدافات تدخل ضمن منهجية أدوانية تواجهة الدولة العراقية في محاولة لأرقلة مسار عمل هذه الحكومة ودفعها إلى مجال الترك بعد النجاحات التي حققتها في هذا المجال وتجاوزها لكثير من العقابات كانت أهمها في هذا القطاء هو عملية صيانة وإدامة وتشغيل المنظومة الكهربائية الأهداف واضحة والأيدي الخبيثة التي اليوم تتلذذ بإداء المواطن العراقي أيضا موجودة أوصات تشريعية دعت الحكومة إلى التعامل بجدية مع التهديدات التي تتعرض لها محطات التوليد وإجراء صيانة دورية للقديمة منها خصوصا أن ارتفاع درجات الحرارة يعد سببا لخروج بعض المحطات عن العمل طالب اللجان التحقيقية أن تكون اللجان فائلة أنه التخريب الذي حصل في صلاح الدين من ورائه وما هي الأسباب التي أدت إلى التخريب وهناك حراس أمنيين موظفين زين أكو تعاون ما بين هؤلاء هذه علامات استفهام جميعها وضعناها لأن هذا التخريب متعمل وغالبا ما يستغل ملف الطاقة الكهربائية سياسيا يراد منه إشعال الشارع خصوصا أنه جاء هذه المرة بالتزامن مع قرب الانتخابات المحلية وصراع المكتسبات السياسية على أكثر من جهة على الحديد قناة الفلوجة بغداد يعني هسنا ناقصنا حبة المشاهدين نحنا ناقصنا أنه أبراج الكهرباء تتعرض إلى تفجير ومحاولات تهديم في الأيام الأخيرة ما هي الكهرباء وينها؟ ما هو المواطن العراقة كان يريد أنه الكهرباء تتحسن أنه بحسة صار هذه المشاكل صارت بخصوص أبراج الكهرباء في صلاح الدين والحريق اللي حصل أيضا في بصرة يعني قضايا هذه عجيبة جدا أمانة المشاهدين الكرام اليوم لربما لما نحكي عن موضوع الكهرباء وملف الكهرباء قد يحتاج إلى يعني سنوات قد لربما حتى يتحسن زين اتعدك هذه المحاولات اللي تصيري الآن بسبب الاكتشافات اللي وصلوا إلها العبوات الناسفة الموجودة وإلى آخره إحنا ناقصنا المواطن العراق شون رح يتحمل والله ما أعرف زين أنت تيجي تسأل الجهات المختصية منه إلى أيدي بهذا الموضوع يقول لك إحنا مين ما نعرف ما زلنا نبحث وما زالت التحقيقات مستمرة لكن السؤال هو هل هذا الموضوع رح يروح مثل المواضيع الأخرى ما إحنا أيضا قبل سنتين تعرضت أبراج الكهرباء إلى أيضا محاولات التهديم والتدمير من قبل الكثير من الأشخاص لكن أيضا في مرور الأيام سمعنا على أنه يعني رح ضد مجهول السجلة العملية هل يترى أن هذه المحاولة أيضا رح تسجل ضد مجهول لو أكون فعلا أجندة خارجية أو أجندة داخلية موجودة داخل البلد تعمل على قطع الكهرباء على المواطن العراقي